نعود لنكمل الحديث مع المهندس عبد الرحمن الفاضل مدير مصفات أرامكو سابقا أبو عبد العزيز زي ما شفنا في الحلقة وفي تقرير سلطان المفردات الإنجليزية متسربة في لهجتنا بشكل كبير أوش يتعليقك على الموضوع وش السبب في رأيك حياك الله وشكرا على الاستضافة وحقيقة وأنا أستعد للحلقة يمتواصل معي الأخوان فلاح وسلطان وبدأت أتراسل مع زملائي اللي كبري وأكبر مني في أرامكو لتجميع على الأقل بعض من الكلمات الدارجة الإنجليزية اللي تعلمها كبار السن اللي تحقوا بأرامكو أول ما أنشئت وكنت قبل يومين عرضتها على عيالي وعيالي شباب يعني في الثلاثينات انبهروا من الشيء هذا فأنا أشكر الثقافية على مبادرات تلقيمة هذه في إحياء الإرث التاريخي لكثير من المجالات وهذا ليس بغريب عليها والبرنامج اسمه السعوديولوجيا نعم هو موجه لإحياء هذه الموروث فأنا أريد أن أبدأ بمقدمة إذا سمحت قبل ما ننهمك في الكلمات شوف الأول ما أنشئت أرامكو الحكومة السعودية فرضت على أرامكو أن تكون جميع المراسلات بين أرامكو وقطاعات الدولة باللغة العربية الفصحة بالعربية الفصحة العربية الفصحة جميل طبعا أغلب اللي كان في أرامكو خواجاتهم رأي كان أول صحيح فعلشان يسدون الفراغ هذا أنشأوا قسم كامل في أرامكو أو إدارة كاملة اسمها إدارة العلاقات الحكومية معنية بإدارة التواصل بين أرامكو وأي قطاع حكومي في الحكومة ما قصرت ما قصرت أرامكو لما بدأت التواصل مع الحكومة واكتشفت فيه كلمات ما لها معنى عربي لأن أرامكو وجدت وبنت معدات معامل ليس لها وجود في الكلمات ليس لها دارجة وادش في العربية نعم فأنشأت أرامكو قسم كامل للترجمة ويمكن نحت حتى كلمات جديدة نحت فعلا وصفك صحيح نحت وأنا أضرب مثال فقط عشان الوقت بمب بالانجليزي كانت موجودة وفي يوم من الأيام يحتاجون أنهم يكتبون تقرير للدولة عن البمب وشي البمب ما يعرفون قسم الترجمة هذه البمب أعطيك كيف المعاناة والجهد الكبير اللي بذلت أرامكو لكي تسد هذه الفجوة البمب وشي طيب وشي فيضطرون من في قسم الترجمة يروحون للميدان ويقولون ورونه وشي البمب ذي يورونهم إياه ويقولون وشي تسوي يقولون تسحب موايا من هنا هنا أجل مضخة اتفقنا اتفقنا كتبنا مضخة إلى أن أصبح عند أرامكو إرث تاريخي من الكلمات الفنية وسوت قاموسها الخاص وكما ترى في العنوان سأودي أرامكو إنجليش أرابيك دايركتري أوف أويل أند غاز قاموس أرامكو السعودية للنفط والغاز إنجليزي عربي ولموجود هنا أبو عبد العزيز بس الكلمات المستخدمة في قطاعي الغاز والنفط صحيح طيب أنا أقول لك هذا الآن خلفية التعامل بين أرامكو والحكومة باللغة العربية الفصحة وأنتج هذا القاموس للاستعانة به جميل قضينا من هذا هذا متى أون شيء ما عليش والله من أول ما بدأت أرامكو من أول ما بدأت أرامكو كل مرة يحدث ويطبع هذا آخر طبع له 2016 ممتاز بس كل ما استجد شيء أضافوه لكن أرامكو يعني من احترافيته عمل سوت قاموس خاصة بها الآن تقول لي مدام القاموس في هذا ليش ليش الكلمات درجت شف أول ما توظفوا السعوديين في أرامكو جاءوا من جميع مناطق المملكة جاءوا من الشمال ومن الجنوب من الوسطى من الغربية يعني مجتمع مخليط من كل مدينة في المملكة صحيح إيش اللي يدعيهم يستخدمون الكلمات اللي يسمعونها ثلاثة عوامل دعتهم إلى أنهم يستعينون بالكلمات هذه أولا انبهروا بما رأوا في هذه المعامل لا من ناحية المعدات لا من ناحية نوعية الأكل لا من ناحية العياء المعيشة اليومية مثلا ما كان في مستشفيات وجهوا لقوا مستشفى من الظهران يعني انبهروا بالمجتمع الغربي الغربي الأمريكي اللي جاي دير الشركة فهذه من عوامل أنهم ياخذون الكلمات هذه العامل الثاني اعتبروا اللي يتسلح بمثل هذه الكلمة وجهها اجتماعية عجيب يخرج من الشركة يروح للمجتمع مع حصيلة من هالكلمات الجديدة اللي ما لها مرادة العامل الثالث ما فيه وجود ما فيه وجود للبديل لها اعطيك مثال مثلا في المطعم الى الان ما فيه وجود للبانكيك واكتلا عندنا خبز تميس عندنا مصابيب لكن ما فيه بانكيك ما فيه مجال انه كنت تتعربه هو تستخدمك كما هو بانكيك وافل يعني انا اتحدى اذا فيه احد من ارامكو القديمين ما هو مدمن على الوافل ليش لانه من الوجبات اللي كانت تسوى في المطعم وانا منهم ترى انا مدمن عليه ليش لانه كان يعمل بطريقة احترافية في ارامكو حاولت اشري الجهاز اللي يسوون به في ارامكو طلع بسبع الاف ريال عشان القرص الوافل وما زال يعمل الى الان في السكن ارامكو لانه نحيف ومقرمش فانبهارهم بالحياة هذه وعدم وجود للبديل دعتهم الى انهم غصب يتعلمونها لانهم يتعاملون مع الجانب بصفر يومي اتخيل انك في الصيانة انت عامل في الصيانة وتعامل مع مشرف امريكي لازم يرد كلمات انت ما تعرفها والخواجه يقولها فلازم انت تتعلمها وتبدأ تستخدمها زقرت من الكلمات هذه زقرت اول ما بدأ توطين بطلب من الحكومة السعودية ان يخلق فرص عمل السعوديين فاول الفرص كانت الامن الصناعي رجال الامن لان تعرف من انظمة المملكة ان الامن يكونوا سعوديين فوظفتهم فوظفتهم وتعرف يعني مهنة ممكن انك توظف على طول وظفتهم اللي يتوظف على طول يصرفون له بدلة بدلة انيقة عليها شعار الشركة يعني مرتبة جميل فصار يلبسها وشوفون هالمجتمع يعني يطلع بها من البيت ويرجع بها للبيت المجتمع ما تعود يشوف الناس ببدل كلهم تعودين على ملابس رسمية الشياب يلبسون بشوت قبل فأصبحت نظرتهم له انه اللي يلبس البدلة مرتب سموا سكيرتي اللي يسوفون الكاشخ من سكيرتي وهي جاية من كلمة سكيرتي نرجع للكلمات زي ما سمعنا مع سلطان في كلمات عربية مثل أرسنل اللي تسربت الى المجتمع الغربي هل في كلمات أخرى هل هذه الكلمة فعلا بهذا الشكل تسربت والله أنا من أنا بقول لك اللي عشت هنا عشت في سكن رامكو في الظهران سبع سنوات واحتكيت بأجانب فأتصور أنهم يعني ما هم اللي نقلوه من العربية للإنجليزية ما هوا كثر اللي انتقل من الإنجليزية للعربية والسبب يختلف نحن بحاجة هم ليسوا بحاجة لكن فيها أشياء لا بد أنهم يستخدمونها أنا أعطيك مثل كبسة ما كانت عندهم صحيح ما عندهم كبسة فهي الآن دارجة بينهم ما كبسة وش الله دا اليوم كبسة حتى لدرجة أنهم يأكلون مع الشباب ويقلطون معهم يعني غزونا بالبانكيك والوافل وغزيناهم بالكبسة الثاني كنتنا في السكن بعض المرات يجون يقولوا ليش رايك نطلعنا أكل الفلافل لأن فيه بوفيه كويس ونضيف خارج سكن أرامكو نطلع ويأكلون بمتعة هل يتعلموها صحيح فلافل ما لها ما لها شيء هم زي ما نقلنا حنا بانكيك ووافل هم نقلوا مثل الكبسة والفلافل طيب أنت قلت في بداية الحوار أن هذه الكلمات إذا رجعوا أهل أرامكو إلى ديارهم كانت تدل على مقام معين صحيح اشرح للظاهرة الاجتماعية هم ترى يعتبرونها تمدن يعتبرونها تطور أنك عرفت الأشياء ذي ولذلك فيه في صورة معبرة جدا لمجموعة من الشياب القديمين يسوون القهوة على دافور ما كان فيه تغاسم فكان قالوا بيتين جميلات جدا تثبت أنهم يعتقدون أن التمدن أنك تعرف الأشياء فكانوا يقولون وإن أنت يا باغي الظهران ترى الوعد في راست النورة قل له ترانا تمدن كل يولع بدافور من أول على الجمر على الجمر على الحطب فمعتبرين ذي من الوجاهة ومن التطور أنهم يستعينون بما استفادوه من خبره مع هالشاء هذا بخصوص زي ما يقولون الانتشار بفعل الموظفين في أرامكو لكن الانتشار بفعل تلفزيون أرامكو الذي يقال أنه كان ثاني تلفزيون يبث من منطقة الخليج صحيح وش كان تأثير على المشكلة هو شف تأثير بلا شك على المنطقة الشرقية لأن كان يبث في الشرقية فقط يعني بقية مناطق السعودية لا لا ما يشوف أهلا الشرقية يعني مشخصين على الناس هم يشوفون تلفزيون ما أحد كان يشوف غير التلفزيون فيه سينمات من عمره سكن رأس النور في السينما سكن ضرم في السينما وتعرض زي السينمات اللي موجودة الآن في السعودية كل مرة يعلن عن فيلم ويعرض نتكلم عن أي حقب الآن الخمسينات من أول وإنشاء ترانكم عام 1933 من الثلاثينات بدأوا في السكن وأنشئوه السكن عيشهم كأنه في أمريكا فيه كل شي فيه مطاعم يعني ممكن تسكن في السكن سنتين ثلاث ما تطلع بر السكن عندك مجتمع فيه مجمع عن كلمتين أن انتشرت بالسبب فيه شي يسمع كوموسري كوموسري هذه البقالة اللي هي السوبر ماركتس اللي الآن يسمونها كوموسري بس يسمونها كوموسري الى الآن دارجة ترى في بعض الشياء باللي في راسة النور الآن يقولون نروح الكوموسري العجيب أنا لو اسمه كوموسري هذه ما أعرفت النار الى الآن الثانية الكانتين اللي هي المطعم تروح معاين فشكلت والتلفزيون شكل نقلة مثل ما قال في التحقيق أنه صاروا يسهرون حتى ألقاتهم يعني غير حياتهم لأنهم شيء جديد عليهم وتلقاهم يعني يجاهدون في سبيل اللي هم يشوفونه ولو يسهروا وكان يبث على الأرض بث على الأرض طبعاً اللي يقدر يحطه أنت اللي يشوف جميل جميل أعطيك العافية أبو عبد العزيز